اشتركوا في القناة الله وسلم على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى هذا أيها الأحبة حل ألفاظ متن الغاية والتقريب المعروف بمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي وهذه الحلقة التاسعة عشر يقول المؤلف رحمه الله فصل في أحكام العارية وهي إباحة الانتفاع بشيء مجانا مع بقاء عينه وأركانها أربعة معير ومستعير ومعار وصيغة وشرط المعير أن يصح تبرعه لأن الإعارة تبرع بالمنفعة وأن يكون مالكا لمنفعة ما يعيره كالمستأجر فلا تصح الإعارة ممن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون ومحجور عليه ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير وشرط المستعير صحة قبوله التبرع فلا تصح إعارة لصبي ومجنون وشرط المعار كونه منتفعا به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه فلا يصح إعارة آلات اللهو المحرمة كالمزمار والكوبة لأنها محرمة أو إعارة مطعوم للأكل أو الشمعة للإضاءة لأن الانتفاع بها يكون بذهاب عينها وكل ما أمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه أي فوائده آثارا كسكن الدار أو ركوب الدابة فيفهم من ذلك أن المنافع إذا كانت أعيانا لم تصح الإعارة كإعارة الشات للبنها والشجرة لثمرها وهذا قول ضعيف والمعتمد خلافه أي المعتمد أنه يصح أن تعير الشاتة ثم الشخص يبيح له صاحب الشات أن يأخذ اللبن الحليب يعني كذلك الشجرة يأخذ منها الثمر بإذن الشخص الذي يملكها وأعاره إياها وتجوز العارية مطلقا أي من غير تقييد بمدة كأعارتك هذا الثوب ومقيدا بمدة كأعارتك هذا الثوب شهرا وللمعير الرجوع عن الإعارة في كل من المطلقة والمقيدة متى شاء لأنها عقد جائز بين الطرفين وهي أي العارية مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها أي يضمن قيمتها الذي استعارها وإن لم يقصر في حفظها أما إذا أتلفها باستعمال مأذون فيه كأن استعار قميصا ليلبسه سنتين فبلي بسبب الاستعمال فليس عليه ضمان فصل في أحكام الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير ظلما مجاهرة وهو من الكبائر وقد يكون الحق مالا كبيت أو منفعة كمحل من قعد في مسجد أو اختصاصا ككلب نافع للحراسة أو الصيد ومن غصب مالا لأحد لزمه رده فورا لمالكه ولزمه أرش نقصه أي غرم ما نقص من قيمته لا بسبب رخص سعره ولزمه أجرة مثله فإن تلف المغصوب وجبت أجرة المثل من يوم غصبه إلى يوم تلفه وضمينه الغاصب بمثله إن كان له مثل موجود بثمن المثل في دون مسافة القصر أو ضمينه بقيمته إن لم يكن له مثل أو كان له مثل موجود بأكثر من ثمن المثل ويضمنه بالقيمة إذا اختلفت أكثر ما كانت أن ينظر إلى أعلى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف والعبرة في القيمة بالنقد الغالب في البلد أي الذهب أو الفضة فصل في أحكام الشفعة وهي حق تملك الشخص حصة شريكه قهرا بعد أن باعها لغيره فإذا اشترك اثنان مثلا في أرض فباع أحده ما نصيبه لغير شريكه ثبت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل الثمن أو قيمته وأركان الشفعة ثلاثة شفيع وهو الآخذ ومشفوع منه وهو المأخوذ منه ومشفوع وهو المأخوذ أما الصيغة فلا تعد ركلا في استحقاق الشفعة والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع وهي التي لا يتميز فيها ملك أحدهما عن ملك الآخر كأم مات شخص وترك أرضا لولديه فصارى شريكين في الأرض دون خلطة الجوار فالجار غير الشريك لا شفعة له وتثبت الشفعة فيما ينقسم أن يقبل القسمة ولا يبطل نفعه بالقسمة كطاحون كبير يمكن جعله طاحونين دون ما لا ينقسم كطاحون صغير يبطل نفعه بالقسمة فلا شفعة فيه وتثبت الشفعة في كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار أي البناء وغيره كالشجر الأخضر تبعا للأرض بالثمن الذي وقع عليه البيع فإن كان الثمن مثليا كحب أو نقد يدفع قدره أو كان متقوما كثوب فيدفع قيمته وقت البيع وهي أي الشفعة بمعنى طلبها تكون على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت أي إن أخر طلب الشفعة بلا عذر فاته طلبها وإذا تزوج الشريك امرأة على شقص أي قطعة أرض أي كان مهرها حصته من الأرض أخذه أي أخذ الشفيع الشقص بمهر المثل أي يدفع لها قيمة مهر مثلها وإن كان الشفعاء جماعة يستحقوها أي الشفعة على قدر الأملاك أي على قدر ما يملكون من هذه الأرض فصل في أحكام القراض وهو إعطاء المال لشخص ليعمل فيه في التجارة على أن يكون الربح مشتركا وأركان القراض ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال ويشترط في المالك والعامل أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مطلق التصرف ويشترط في الصيغة الإيجاب والقبول لفظا كأن يقول أحدهما خذ هذا المال واتجر به على أن يكون الربح بيننا مناصفة فيقول له الآخر قبلت وشرط العمل أن يكون تجارة وأن لا يكون مضيقا كخذ هذا المال وعمل فيه في شراء لآلئ الكبار وشرط المال بيّنها المصنف بقوله وللقراض أربعة شروط وهي أن يكون على ناض أي مسكوك من النقد أي الدراهم والدنانير الفضة والذهب الخالصة فلا يصح القراض على تبر وهو الذهب والفضة الذان لم ينقيا أو حلي أو سبائك أو عملة ورقية وأن يأذن رب المال أي المالك للعامل في التصرف مطلقا أي أن لا يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني أو فيما أي في التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق وهي التي فيها سواد وبياض لم يصح لأنها نادرة الوجود وأن يشرط له أي للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلوثه وإذا قال على أن يكون الربح بيننا صح ويحمل على المناصفة ويشترط في العقد أن لا يقدر بمدة معلومة كقوله قارضتك سنة وأن لا يعلق بحصول شيء كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك ومال القراض أمانة في يد العامل وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان أو تفريط فيه أي لا يضمن العامل إلا إذا اعتدى كأن أتلف شيئا من مال القراض عمدا أو قصر في حفظه وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح أن يعوض للمالك الخسران من الربح كأن اشترى بضاعة بثلاثمائة ثم باع نصفها بمائتين ثم رخص السعر فباع النصف الثانية بمائة فهنا يجبر خسران الخمسين بربح الخمسين وليس للعامل شيء أما إذا اشترى البضاعة بثلاثمائة ثم باعها بمائتين لم يكن للعامل شيء ولا يطالب بشيء والقرض عقد جائز من الطرفين وليس لازمها ولكل واحد منهما فسخه متى شاء وينفسخ القراض بالموت والجنون والإغماء وإذا فسخ العقد لزم العامل استفاء الديون ورد رأس المال ذهبا أو فضة إن طالبه المالك بذلك وتوجد أيها الأحبة معاملة فاسدة يعملها بعض الناس ولا ينتبهون يأتي الشخص بمال إلى تاجر مثلا ويقول له هذا المال خذه اتجر به وأعطني في كل شهر أو في نهاية كل شهر أو بدايته خمسمائة دولار مثلا فهذا قراض باطل فاسد لا يصح القراض هو أن يدفع هذا المال للشخص ويقول له اعمل مثلا بهذا المال في تجارة الثياب والرفح يكون مناصفة أو الثلث لك والثلثان لي فيعمل ذاك الشخص وما يكون من ربح يقسم على حسب ما اتفقى والله تعالى أعلم وأحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة